اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانه متعلق الماء تكاد الصورة تتضح اكثر ومن اليوم باذن الله كنا لمحنا بشكل سريع في اللقاءات الاولى على ان الكلمة النبي الذي سيحضر في اخر الزمان عيسى بن مريم سيحضر اللقاء المجامع كلها والحروب حتى تفبت ملة احمد عليه الصلاة والسلام ملة احمد هو الكلمة عيسى بن مريم عيسى بن مريم الحقيقة ان الله اطلق اطلاقا ان الناس نبات ثم خصص لواحدة من الخلق هي مريم ام الكلمة قال فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنة ثم بحمد الله رب العالمين عودا على الحديث الذي كنا فيه في اللقاء السابق حديث جابر ابن سليم حينما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وجعلنا هذا الحديث تاجا وسبيلا امنا صالحا لكل من احب ان يدعو الى الله على بصيرة ان لا تبدأ الناس بالتكاليف ولا بالحلال والحرام والحدود بادئهم بما بدأ الله به كما قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به الله كما قال في الحديث الصحيح الحديث القدسي انه لا انه مستغن عننا واننا لا ننفعه ولا نضره انما هي اعمالنا يوفيها لنا في حديث جابر قال بداية انا رسول الذي عندما سأله جابر هذا تذكير للاخوة عندما سأله جابر انت رسول الله فقال انا رسول الذي اذا مسك الضر فدعوته كشفه عنك واذا كنت بارض فلات فضلت عنك راحلتك فدعوته ردها عليك واذا اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك قلنا ان الكلمات الثلاثة التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة اصول حياة الناس الامان كشف الضر اللي هو الامان والمرض والعلل والخوف كلها تحت عنوان الضر كما يتلوه الكتاب عن الضر كما قال في سورة النمل امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون فكشف الضر اصل حياة للناس فبدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم النبات والانبات وما ادراك ثم الراحلة وسنأتي على الراحلة على اصلها في علم النبوة عليه الصلاة والسلام وان كلام النبي ليس شعرا ولا نثرا بل هو نور مهدي بحمد الله رب العالمين انما في الكلمات الثلاثة كلمات النبي عليه الصلاة والسلام ثم رابط يربط الثلاث انه تكلم عن الضر وتكلم عن النبات وتكلم عن الراحلة ولكن كان لها شرط بي انه ما تكلم بواحد الا قال فدعوته 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 يعني قال انا رسول الذي اذا مسك الضر فدعوته كشفه عنك وانا رسول الذي اذا اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك وانا رسول الذي اذا كنت بأرض فلات فضلت عنك راحلتك فدعوته ردها عليك الاصل ان الشرك كان من دعوة غير الله ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان لا يدعى الا الله كما في سورة مريم عندما هجر ابراهيم قومه قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان لا اكون اكون بدعاء رب شقية فالدعوة هي الدين وما ادراك وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة ففي الثلاثة المشترك بينها الدعوة ان لا تدعو الا الله فلما ترك ابراهيم كما قلنا في اللقاءات الفائتة الرضيع وامه وقلنا ان الدين عند الله بني على الضعفين على المرأة والرضيع حتى اجمله الله في اليتيم فكان الخاتم يتيما حتى قال الله يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فاليتيم والطعام والضعيف هو ما يظهر حمد الله ويؤسس الدين في الارض فعندما تكلمنا عن المشترك الثلاث في كيف تدعو الله لا اله الا هو واقام الله الدين على حاجتنا وعلى أصولنا فيها النبات سبق وتكلمنا فيه الان الاقتصاد العالمي وقلنا يا اخواننا اننا لا نتكلم حتى اذا عافسنا الاسواق ودخلنا الاسواق نسينا الله وبرقت بأعيننا الذهب والفضة فغفلنا حتى اذا فطنا ففرغنا فنصبنا الى الله بضع دقائق في بيوت الله او في بيوتنا ومحلنا ولكن نريد ان يكون الحياة والاقتصاد اصلا ركعة وسجدة نريد ان يكون السوق مسجدا وان تكون التجارة هجرة الى الله الاصل كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين لان النبي يعلم ان الناس اذا داخلوا الاسواق انقطعوا عن الرب لان تجارته تجارتهم تغلب دينهم بالعموم الا من رحم الله لاحظ اخي كما في سورة صاد على لسان نبي الله داود الملك عندما سأله رجل قال هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وان كثيرا من الخلطاء استمع الى الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الان هذه تجارة وهذا سوق وهذا بيت ما لم تتضح لنا كيف نتعامل وكيف كان الدين في هذه الاصول لا شك سنصل الى ما نحن فيه اليوم مما لا نحب ختاما قبل الرجعة الى الحديث اعلم ان اطول آية في الكتاب كله لم تكن في محامد الله ولا في في عرض اسماء الله لا اله الا هو ولا كانت في النبوات كانت آية الدين اطول آية في كتاب الله في اطول صورة في كتاب الله كانت آية الدين لان الله يعلم انه خلق تجارا وفطر عبادا على التجارة فان يحدث النبي جابر بن سليم وبالتالي يحدثنا نحن السامعين بأصول رغباتنا من التجارة والمنابت والحياة وكشف الضر هذا واضح انه علق مكين لا ينفك من سمعهم استمع الان الى الراحلة والراحلة اخي كما في سورة قريش لالاف قريش الافهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع رحلة الشتاء والصيف لالاف قريش الافهم رحلة الشتاء انتبه الها رحلة لا تكون رحلة حتى تكون راحلة وحاديث الراحلة في النبوة حاديث كثيرة الان الراحلة في الاصل ليس مجرد ما تركب هذا المجرد ما تركب هو الركوب كما في اخر ياسين ولم يروا ان جعلنا لهم مما خلقت ايدينا مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم هذا شيء من اللي هو الركوب انما حتى تكون راحلة تكون حياة في راحلة العبد يكون عليها زاده وامانه وطعامه فتكون بها راحلة انما ما لم يكن عليها هذا تكون ركوبا فقال عليه الصلاة والسلام فاذا كنت بأرض فلا تنفضلت عنك راحلتك لانه اذا ضلت الراحلة وعليها الزاد هلكت والنبي يريد ان يعلمك انك علق مع الله لا اله الا هو فاذا ضلت الراحلة التي تحمل الزاد والمتاع والحياة فدعوته ردها عليك فاعرف الان اعرف ربك من حاجتك اليه حتى تكون معرفتك معرفة اليوم والساعة يوما بيوم لا شهرا ولا سنة لعلك تحج او لا تحج ولعلك تصوم او لا تصوم مرضا او ضعفا ولكن اذا عرفت الله من الحاجة التي لا تنقطع عن مخلوق من من الضر ومن الحياة هكذا هذا احسن علق لكل ساعة الى الله قال اذا ضلت عنك راحلتك والان بين ايدينا حديث صحيح اخر الحق انه يكتب بماء النور هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه سمع اصحابه يدعون ربهم وكانوا قد علت اصواتهم فجاء عليه الصلاة والسلام ودعاهم واشار اليهم ان يتخافتوا باصواتهم يعني قليلا بالدعوة وقال ان الذي تدعون ليس اصم ولا بعيدا انما تدعون سميعا قريبا وهو معكم استمع اخي الان ساقولها هذه مهمة جدا ان تسمعها قال ان الذي تدعون اقربوا الى احدكم من عنق راحلته قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس اربعوا على انفسكم اربعوا على انفسكم يعني ارفقوا بانفسكم ما تتشددوا على انفسكم ان الذي تدعون اقربوا الى احدكم من عنق راحلته بدنا نقف عند هذه الكلمات المنيرة العظيمة العنق والراحلة وما ادرك العنق وما تعلم انت مقامها ومكانها اصلا في الخلق كله العنق هي اصل الحياة انت اذا اردت ان تنهي حياة عبد تضرب العنق وما ادرك ومن ملك المال ملك اعناق الرجال وما ادرك على اعتبار ان فك الرقبة والاعناق هي الحياة فيتكلم النبي ان الذي تدعوه انتبه اقرب شوف ما اجمل الكلمة اقرب الى احدكم من عنق راحلته لاجلها نسميها المعانقة هذه هي العلاقة القريبة جدا فنسميها معانقة من عنق راحلته الراحلة قلنا ها هنا ليست الركوب الراحلة هي حياتك كلها تكون انعاما وعليها زادك وطعامك وسقاؤك وما ادرك فالله لا اله الا هو اقرب اليك من اصول حياتك كلها اعلم هذا بعد هذا تقرب الى الله كما في اول سورة العلق خلق الانسان من العلق ثم قال في اخرها واسجد واقترب بعد العلق اسجد واقترب تعلم العلق تعلم بما تتعلق بالله لا اله الا هو الان في حديث جابر الذي تكلمنا اشارة جميلة اخرى هذه دعوة لكل من دعا الى الله على بصير ان يبادئ الناس بحوائجهم الى الله اذ لا حاجة لله بالناس ابدا بل هو ربهم وطبيبهم وسيدهم لا اله الا هو كلمة الطبيب من حديث النبي الصحيح حديث النبي قال لرجل وقد شكى النبي ظهره قال الرجل انا طبيب يعني لو اعطيتني ظهرك لعلني اعالجك فقال عليه الصلاة والسلام انت حاذق والله الطبيب لا اله الا هو فانظر انظر من هو ربنا لا اله الا هو الطبيب الذي يكشف الضر ويطعم حبذا لو عرفنا الله يوم عرفنا انه الذي يتولانا اكثر من الذي يحصي علينا السيئات والحسنات لكانت اسرع واقرب وامتنى الى الله لا اله الا هو حتى ننتقل احنا نعلم اننا ما زلنا في بطون اية الله المبصرة في بطن الناقة وما اضرأ كل هذا تعليق على كلام الناقة ولكن قبل الانتقال باذن الله اريد من كل سامع وسامعة يسمعنا ويحب الله ويمجده ويعظمه ان لا يكتفي بالتلقين ولا تلقيم الدين هكذا عليك بهذا الكتاب ما دمت تقرأ فواتيرك وحساباتك وتشاهد تلفازا انت تستطيع ان تقرأ هذا الكتاب هذا كتاب ميسر واعظم الادلة على تيسيره ام الكتاب وما ادرك الحمد لله رب العالمين عليك بها لعلك اذا تلوتها على صغير لم يراجعك بسؤال لانه عقلها كلها اذا ام الكتاب بهذا اليسر فهذا الكتاب كما قال الله لا اله الا هو اصدق القائلين حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونديرا فعليك بالكتاب وما ادرك الان قبل الدخول في الاية المبصرة اشير الى الناس بسورة الانسان اشير لكل انسان مؤمن ان يرجع الى سورة الانسان هي السورة السادسة والسبعون في هذا الكتاب المجيد سورة الانسان كأنها تتكلم عن الانسان فاذا انت لم تقرأ الانسان من سورة الانسان واضح اننا لا نتعامل كما يجب مع الكتاب اذا اردت ان تعرف نفسك وان تعرف العلق بينك وبين الله عليك بالانسان سورة الانسان تأكيد على ما نقول اخواننا ان في سورة الانسان اشارة بليغة الى مكمن الماء في حياة الانسان الله في الايات الاولى تكلم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فالبشرية كلها اليوم تحت هذه الاية اما شاكرا واما كفورا بالتالي اعتدنا للكافرين سلاسلة واغلالا وسائرة انتهى حال الكافرين الان عليك بالمؤمنين اسمع ان الابرار يشربون فعندما تكلم الله لا اله الا هو قال ان الابرار يشربون فاستمع اذا انت علمت الماء وما يتعلق بالماء وما بعد الماء من النبات والانعام على البشرية ان تخضع وجوبا للرب الملك الذي انزل الماء وانبت النبات وان لم تفعل هي مؤقتة بثلاثة ايام كما اقت الله سمون قال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام اذ امتع طول الماتع في العربية اخي ليس اللذيذ الماتع هو الطويل يعني التأخير البعيد كما تتمتع بالعمرة الى الحج عند تتأخر او تتمدد بالعمرة الى الحج فالبشرية يعني ان اختارت ان تكفر ربها معها ثلاثة ايام ان تدع ماءه وتبحث عن رب اخر يسقيها الماء كما سيأتي في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن اهل الملل كيف ستنتهي بهذه واضحة انما قال الله ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب استمع الاية فالابرار ستنتهي القضية كلها الا انه لا اله الاه اذا انت اطعت سقاك لا اله الاه يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخفون يوما كان شره مستطيرا انتبق ويطعمون الطعام فالله لما بدأ الدين وتكلم عن الانسان يتكلم عن شرب وشرب وماء وطعام قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله ثم يدخل اهل الجنة الجنة المتكين على الارائك ثم تأتي الايات وطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها انتبه حتى في اوسط الصورة رجعت على ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ثم ويطاف عليهم ملدان مخلدون اذا رأيتهم ثم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة اسمع وسقاهم ربهم شرابا طهورا اننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل انتبه السقايا والماء مرة اخرى يا اخي ابش واعلم ان ما كنت تسمعه من قبل ان هذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان كان صدقا ولكن لم نرى له ساقا تجري به على الارض فبقيت نظرية معلقة في السماء ولكن الآن خاطب انت كل دين وكل ملة ونحلة وكل موضع في طرف الارض ليس في الارض نملة واحدة الا وهي تعلم ان الذي يسقل من السماء هو الله لا اله الا هو فالذي يمسك الماء يمسك بكل شيء عرشه على الماء كما في اول سورة هود قال هو الذي خلق السماوات الارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء هذه الاية تماما بعد قوله لا اله الا هو وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ثم قال وعرشه على الماء اخي عليك بسورة الملك تبارك وما ادرك سورة الملك هذه اللي سنبقيها باذن الله للقاء المقبل نفتتح فيها باذن الله حتى تعلم الا ملكة الا بما نتكلم فيه بحمد الله الان تكلمنا عن الراحلة وتكلمنا عن حديث جابر ابن سليم وكيف يدعو النبي بدعوة الله لا اله الا هو من علق حوائج الناس لا من التكاليف ولا من الحدود نتوجه باذن الله على راحلة الدين على الناقة وما ادرك وقلنا يا اهلنا ان الادب مع الله يقتضي الا نعرف الله الا نعرف الله الا كما عرف الله نفسه اما ان ندعى تعريف الله لنفسه بنفسه في كتابه او على لسان نبيه ثم نستمسك بكلماتنا او كلمات غيرنا ممن سطر وكتب وانتحل هذا ليس من الدين في شيء والدين النصيحة والله لا اله الا هو يغار كما في الحديث الصحيح ان الله يغار يغار ان يترك المؤمنون كلامه ثم يأخذوا بكلام غيره ولو كان عبدا صالحا عليكم بتعرفة الله لنفسه قلنا ان الله عندما كفرت الامم بعد نوح وقلنا كيف دعى نوح على سقاية الماء وكذلك عاد ثم جاءت على رأس التثليث في الامم هذه الثلاثين التي عتت عن امر ربها قوم نوح وعاد وثمود ارسل الله بالناقة ليعلم ان لا اله الا الله كما قال نبي الله صالح وقلنا يا اهلنا ان الدين لا يؤخذ الا من هذا الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فما روي لنا من هذا بسند صحيح عن النبي فهذا ديمنا وما لم يروى بسند لا صحيح او ضعيف او غيره من الاسرائيليات او غير الاسرائيليات او الوثنيات اليونانيات وغيرها والتراجم هذه اخوانا ليست بشيء ولا تعنينا في شيء واعمار المؤمنين اقصر من ان يلتفتوا لغير الكتاب وصحيح السنة فعليكم بهذا وحسب ثم قلنا ان نحن نعلم ان عامة الكتب التي بين ايد المسلمين تتكلم عن الناقة بما يبطل نورها وتبصيرها عامة الكتب التي بين ايد المؤمنين تتكلم ان قوم صالح سألوها ان يخرج الناقة يخرج لهم ناقة من الصخر فان هو فعل امنوا له وهذا قلنا اخوانا باطل لم يروى بشيء لا من كلامه النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الكتاب بل شاهدوا الكتاب ان هذا كله باطل بدليل ان الله هو من اختارها ناقة وان قوم صالح وغير قوم صالح لا يملكون ان يختاروا شيئا ابدا حتى الحديث المعروف بين ايد الناس ان قريشا سألت النبي ان يشق لهم القمر هذا من الصحيح اخوانا الحديث في صحيح البخاري من رواية ابن مسعود ان قريشا سألوا النبي اية انتبه اية فشق لهم القمر فهو الذي اختار بامر الله انما قريش لم تختر شيئا والله لا اله الله لا يفعل على خيرة قريش الله لا اله الله كما في اخر الحشر الجبار المتكبر لا اله الله فقلنا اولا وجب ان نتخفف وندع كل مروية لم تروى من هذا الكتاب او من السنة فالناقة لم تخرج من الصخر ابدا ومن قال بهذا فلا دليل له ابدا ولا يؤخذ بما بخلاف الكتاب والسنة ولو كان قائله من كان والدين النصيحة الناقة مبصرة على ظاهرها يا اخوانا وهذا للأسف هذه من تبعيات القطيعة التي بيننا وبين الكتاب للأسف الان لو رجعت الى دروسنا كيف نشأنا في المدارس وفي غيرها لا تجد احدا يحدثنا ان الدين عند الله في رسالات النبيين كان على اية مبصرة كالناقة وعندما نتلو من اخر سورة هود قوله تعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فالاصل ان الناقة التي كانت مع صالح وما جرى لعاد كلها لنا ايات ولم تنقضي اطلاقا قومها ماتوا انما الايات ما تليت في الكتاب المجيد الذي لا تموت كلماته فهي حية بحياة الكتاب نفسه اليست سورة الشمس عن ثمود وصالح فكيف نقول ان اية الناقة انقضت وما زالت اية الشمس تتلى بين ايدينا والشمس وضحاها هي ما نقصد فبالتالي اخوانا قلنا في اللقاءات الفائتة اننا لو علمنا اية الناقة كما هي في الكتاب لكان لنا بذلا قويا وحقا صريحا ان ندعو العالمين الى هذا الدين قلنا ان الله لا اله له ما زاد في سورة الشمس على ان قال ناقة الله وسقياها وما قال لا ناقة الله وصخرها ولا ناقة الله واخراجها ولا ناقة الله وحلبها ولا وخلقها اطلاقا اخوانا هو قال ناقة الله وسقياها فالعلاقة بين الناقة والسقيا وقلنا ان السقيا وما ادراك هو الدين كله حتى ادخل فيها صريحة ابدأ بهذا الحديث وما ادرك الحديث هذا اخوانا في صحيح البخاري ان الله اذا جمع الاممة يوم القيامة يؤتى باليهود فيقال ما كنتم تدعون ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله قال كذبتم ما كان لله صاحبة ولا ولد ويؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب سراب يعني كأنها ماء يحسبه الضمان ماء ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عيسى ابن الله قال كذبتم ما كان لله صاحبة ولا ولد استمع فيقال لليهود فماذا تريدون قالوا نريد استمع ان تسقينا ويقال للنصارى ماذا تريدون قالوا نريد ان تسقينا فالسقاء والسقاية والناقة والسقيا هذا الدين فمن علم السقاية والسقاء والماء يوشك ان يعلم الدين في سورة الجن اية منيرة لا يعتمي عنها الا من ابى الله عليه الايمان ان قال الله وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم لأسقيناهم ماء غدقا اللهم اسقن الماء غدقا واسقن العلم والنبوة سقيا طاهرة صالحة من النبوة والكتاب واغفر لنا وللمؤمنين والسامعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمعنا وإياكم اخوة الايمان في كل مكان الى حلقة من برنامج نبأ من السماء من سلسلة برامج الهدى قدمها عبر راديو اجيال الشيخ الداعية صلاح الدين ابو عرفة اشتركوا في القناة